اشتركوا في القناة حدث قريب بيحصل وتم بالفعل وحدث بعد بمئات السنين له معنى اعمق واتفقنا المرة اللي فاتت انه وان كان الكلام متركز على موضوع رجوع شعب اسرائيل الى قرشاليم وبناء الهكل بعد قرار كورش انه الشعب يرجع مرة تانية لربنا الا انه في الحقيقة ودي نقطة مهمة الموضوع اهم من كده ومرتبط بالخلاص والفداء وانه الحقيقة كل اللي كان بيحصل في العهد القديم من ناحية وجود ارض زي قرشاليم وجود هيكل وجود ناس بتنفذ وبتغضع لتعليم المسيح او تعليم ربنا كل ده هدفه ان الناس تبقى خضعة للمسيح وخضعة لتعليم الكتاب المقدس وتتمتع بالفداء والخلاص وده احنا عارفينه كمسيحين من زمان انه العهد القديم هو رمز للي هيحصل في العهد الجديد بكل ما فيه من تفاصيل حتى الزبايح اللي كانت بتتم في العهد القديم كان الحقيقة هي بترمز لسيد المسيح اللي من خلاله تمتعنا بكل القيم والفوائد اللي خدها اي واحد يهودي زمان في زباح العهد القديم وصلنا بنعمة ربنا لآية سبعة في الاصحاح الاثنين وخمسين والعيح احنا هنبقى محظوظين الفترة اللي جاية لانه هنعدي على جزء من الاصحاح الاثنين وخمسين وجزء من الاصحاح التلاتة وخمسين باراجرافين ورا بعد نبوة واضحة عن السيد المسيح والنبوة واضحة عن رفض اليهود او بعض اليهود للسيد المسيح والحقيقة لغاية القرن الاثناشر الميلادي كانوا اليهود لما بيقلوا الاجزاء دي كانوا ما عندهمش مشكلة ان هما يربطوها بالمسيح او المسيح يعني لغاية القرن الاثناشر كل تفسير او غالبية تفسير اليهود للاجزاء اللي هنقراها واللي احنا شفناها تنطبق بوضوح على رب المجد يسوع المسيح من ناحية رفض اليهود او بعض اليهود لي من ناحية الصليب من ناحية شيله الخطيانة من ناحية جراحاته ومن ناحية حتى المكان اللي كان هيدفن فيه وكانوا بيخططوا يدفنو فيه كل الكلام ده الحقيقة كانوا اليهود لغاية القرن الاثناشر بمفسريهم بيجمعوا او بيجمعوا على انه الكلام ده خاص مين بالمسيح او المسيح لكن من كتر بقى ما الكلام ده جاب لهم صداع بدقوا يغيروا تأملاته وبدقوا يتعاملوا مع الجزء اللي هنقراءه والجزء اللي جاي على انه مش مقصود بي المسيح او المسية انما مقصود بي شعب اسرائيل رغم ان في غالبية النبوات الكلام على شخص بعينه شخص واضح وانه الشخص ده هيتقلم وانه الشخص ده هيتظلم وانه الشخص ده هنبصله بصة متدنية وانه الشخص ده هنحس انه معاقب من الله هو مزلول وهو مجروح لاجل معصينا يخلي بالكو كلام واضح جدا لكن بعد القرن الاثناشر بدأوا يقولوا لا ده مش اكيد مقصود بي المسيح او المسية انما مقصود بي شعب اسرائيل والظروف اللي مر بيها بعض الاشخاص قالوا حزقية الملك بعض الاشخاص قالوا ارمية النبي بعض الاشخاص قالوا اي كلام اي كلام المهم اي حاجة غير مين غير ان النبوة دي تنطبق على شخص المسيح وعلشان كده انتو عارفين اليهود عندهم نظام ارايات في عباداتهم زينا كده يعني زي ما عندنا مثلا في القداس فيه قرايات تنظيم للقرايات الحقيقة من بقالهم فترة مثلا من قرن او قرنين شلوا الجزء ده خالص ما بقاش محضوط في قراياتهم يعني طب ليه الحقيقة هي دي مشكلة الكبر او الكبرياء ان يقول لك يعني يعني هم مفتوحة ومش بيشوف ودنهم شغالة وايه مش بيسمعوا بعد عنكو الواحد ساعات تبقى حالته كده لدرجة انه اشعية وهو يتكلم عن المسيح ونبوات خاصة به قبل الاحداث بما يقرم من سبعمائة سنة وكلام واضح جدا لكن عملين يلفوا يدوروا رغم ان النبوات دي واضحة وزي ما هنشوف وهنقراها بالراحة ونتأمل فيها سواء النهاردة او لو ما الحيناش يبقى بنعمة ربنا المرة الجاية كلام واضح عن احداث حصلت في التاريخ المسيحي وطاريخ شعب اسرائيل ومعاملات رؤساء الكهنة مع السيد المسيح مع يسوع المسيح ورفضهم لي ونظرتهم لي كل ده موجود كل ده موجود وكان واضح وكان ظاهر لدرجة كتير من اباء الكنيسة اللي فسروا الكتاب المقدس زي ما حضراتكم عارفين بيعتبروا ان اشعية هو النبي الانجيلي ليه النبي الانجيلي كأنه كأنه بيقول الحاجات كأنه ايه شاف المسيح كأنه عاصر المسيح خلي بالحضراتكم قوتنا كمسيحيين ان النبوات دي عند اليهود يعني لو واحد دخل على اي موقع في النت ودور على العهد القديم وعلى سفر اشعية وجاب تفسير اليهود هيلاقي نفس النصوص دي بس هما طبعا زي ما اتفقنا بيفسروها بطرق مختلفة لا علاقة لها بالاحداث اي حاجة غير كده رغم انه لغاية القرن الاثناشر كان الكلام عن المسيح كان الكلام على رفض المسيح اليهود كان يقولوا كده ولكن ده عمل لهم مشكلة لان بدأوا المسيحيين يوضحوا لكتير من اليهود ازاي هتتعاملوا مع المسيح وترفضوه ازاي هتجرحوه وتضيقوه وكل حاجة وهو عمل كده لاجل خلاصة والحيال قصة ما بتبتديش بس من اية رقم تلتاشر في الصحر الاثنين وخمسين لكن تبتدي من قبل كده من الاصحر الاثنين وخمسين من اية سبعة بتتكلم على عبدي الذي يعقل عبدي الذي يعقل فتعالوا مع بعض نشوف العبد الذي يعقل اللي بعته المسيح او اللي بعته ربنا اللي خلاصنا وهو يسوع المسيح هتقول لي ازاي بيتقال عليه عبده والكلام ده وايه فصله عن ربنا ده بنعمة ربنا هنقوله في التأملات فنبدأ مع بعض النهاردة من اول اية سبعة الاصحر الاثنين وخمسين من سفر اشعيل اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ما اجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر بالخلاص القائل لسهيون قد ملك الهك على المستوى التاريخي الحدث ده حصل لما ربنا بشر شعب اسرائيل بالرجوع مرة اخرى الى مدينة سهيون الى ارشاليم وتكوين والرجوع من السب ولكن المعنى الاعمق وهو المعنى الرمزي انه قدمي المبشر هو المسيح هو رب المجد يسوع المسيح وعلشان كده زي ما قلت لحضراتكم الانجيل اسمه البشارة الايه المفرحة ايه البشارة المفرحة انه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابديه البشارة المفرحة ان احنا نفرق جدا وخلصنا يفرق جدا مع ربنا وابديتنا مهمة وانه المسيح لما جابنا للعالم ما جابناش عشان يحكم علينا بالموت او عشان يعاقبنا او عشان يقدبنا او عشان ينكد علينا لا ربنا جابنا عشان يفرحنا وعشان يمتعنا محبته وعشان يدخلنا السام هي دي البشارة وده اللي قاله السيد المسيح يقول الكتاب في يحنى واحد الله لم يره احد قط مقصود بالقاب الله الاب الابن الوحيد الذي في حدن ابيه هو ايه خبر الابن الوحيد ابن الله الوحيد العقل الالهي هو ده اللي خبر خبر بايه بمحبة ربنا باهتمام ربنا بخلاص ربنا عشان كده الكلام واضح يقول المبشر بالخير المخبر بالخلاص القائل لسيون قد ملك ايه الهك ده على المعنى التاريخي حصل مؤقتا في الرجوع من السب وانه بدأ ربنا يملك من خلال ان الشعب بينفز الوصي وده بالنسبة لنا على مستوى التاريخ الانساني حصل لما جي المسيح وقال لنا انه هكذا احب الله العالم وانه ربنا عايز كتوبه وترجعه وانه انتو لما هترجعه من خلال دم المسيح تخشه السام ويجي المسيح بوضوح في انجيل يحنى يقول تعبير في منتهى الخطورة يقول الاتي لا يقدر احد ان يأتي الى الاب الا ايه الا بيه واضحة لا يقدر احد ان يأتي الى الاب الا ايه الا بيه ليه ليه عن طريقك يعني اش معنى انت اللي توصل للاب لانه الحقيقة احنا بنعمل اي حاجة بشفاعة اللي عمله الابن على الصليم وبنتمتع باي حاجة بشفاعة اللي عمله الابن ايه على الصليم واحد يقول لي يعني ايه يعني مثلا لما نيجي نقول ابانا لازي مش المسيح قال لنا متى صليتم فقولوا ايه ابانا لازي في السموات لتقدس اسمي بنيجي ككنيسة في الاخر نضيف عليها بالمسيح ايه ليه بالمسيح يسوع ربنا ما انا لا اجرؤ لا اجرؤ اقول للاب انك ابويا وانا بعبلي ده من غير اللي عمله المسيح على ايه على الصليم عشان كده نقول في التسبحة اخذ الذي لنا واعطانا ايه هو ابن الله الحقيقي فدانا ان احنا نكون ابناء كده بالتبني يعني ايه عارفين دخلنا في ديله كده يعني دخلنا في ديله هنعمل ايه ما هو اخونا الكبير اللي تجسد وشبهنا في كل شيء معادل ايه معادل خطيء لما بنيجي نعترف ونقف نقدم توبة ونقول خطيانا يجي لاب الكهن يحط الصليب على دماغنا ليه لان لا يمكن كالربنا يعديها ويسمحنا ما لم يكون في دم الايه دم المسيح فتقول نقل عنك خطياتك فهو ده بقى القدم المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر بالخلاص القاء اللي سيون قد ملك ايه الهك هو ده هو ده المسيح اللي لما جيه عشان يفدينا عمل كل شيء عشان يبعث الرسالة دي ان الله قادر ان يملك على القلوب ربنا يقدر يملك دلوقتي على فكرة عيب قوي لو حد فينا تخيل انه اللحزة يقدر يصالح ربنا عن طريق شوية افعال بيعملها عيب قوي واحد يقول لي يعني ايه افكر حضراتكم واحنا صغيرين لما كنا ساعات نعمل مشاكل في المدرسة كان يقولولنا يكتبونا جواب كده يقول لك روحات ولية ايه استدعاء مشهورة دي ولا مش مشهورة 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 طبعا ده تاريخه اتناسة نشكر ربنا لكن بيحصل ساعات السؤال ليه روحات ولية امرك لانه في الحقيقة ما تنفعش انت بخطيك وضعفك واخلاقك اللي عملت مشاكل تيجي تقعد مع المدير وتتصالح معاه او تقعد مع المدرس اللي دقته وتتصالح معاه او تقعد مع انظام المدرسة اللي بوسته وتعمل ايه وتتصالح معاه عشان كده من العار ومن عدم الحكمة اللي انا وحضراتكم نتخيل ان احنا نعرف نصالح نفسنا على مين على ربنا اللي بيتخيل انه بشوية صوم وشوية صلاة وشوية اخلاق عالية يقدر يخش السماء الحقيقة واهي ليس اسم اخر اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص الا مين الا اسم ربنا يسوع المسيح عشان كده يقول الكلام بوضوح هو ده المخبر بالسلام والمخبر بالخلاص والقائل لسهيون قد ملك ايه ملكة او ملكة الهك ملك ربنا على القلوب ودي نقطة مهمة دي نقطة مهمة تؤكد انه المسيحية مش دين واحد يقول لي يعني ايه اه المسيحية مش دين الاديان دي الحاجات اللي بيختار عحل بني ادمين او بيفكر فيها علشان يقربوا من ربنا بينما المسيحية هو حركة من ربنا للانسان مش من الانسان لايه لربنا مش اختراع مش فكرة احنا بنخترحها وبنقولها نعم لا هكذا احب الله العالم حتى ايه دي حركة من ربنا لينا الله لم يره احد قط الابن الوحيد هو خبر الله بعدما كلم الاباء بالانبياء بطرق وانواع كثيرة كلمنا ايه في ابنه بعدما ربنا بعت الانبياء جيب نفسه ربنا عايز يقول ايه عايز اقول انا بحبكم عايز بيقول انا عايزكم تخلصوا عايز يقول انا عايز املك على القلوب عشان كده من العهد القديم يقول تحب الرب الهك من كل ايه من كل قلبك ليه رب عايز تملك على القلب ربنا عارف كويس انه لا يمكن لاحد ان يخدم ايه سيدين محدش اعرف يخدم سيدين يتحب ربنا وتغضع لوصاياه وتفهم انها المصلحتك يتحب العالم وتتمرد على الله وترفض انك تمشي في سكته انما فكرة نمسك العصايا من النص فكرة مش حقيقية صوت مراقبيك يرفعون صوتهم يترنمون معا لانهم يبصرون عينا لعين عند رجوع الرب الى سيون تكلم هنا عن مين عن المراقبين الاباء يقولوا المراقبين دول اللي هم الانبياء او الرسل او الناس اللي بتتابع خلاص ربنا فهنا الانبياء والرسل شافوا المشهد ده زي اشعية بروح النبوة تكلم عن كده لكن كان فيه انبياء بعد الرجوع من السبل وكلموا الناس عن الرجوع لربنا وكان فينا حمية وكان فيه عزرة وكان فيه زربابل وكان فيه ناس كتير قوي كلموا الناس عن الرجوع وعن رؤية ربنا والتمتع به وتلاحظوا انه يقولك كده صوت مراقبيك يرفعون صوتهم يترنمون معا ليه بيترنموا دائما الانسان اللي بيرنم ده انسان ايه فرحان الحدث مبهج فيه سلام فيه خلاص فيه ملك الملوك ورب الارباب يملك على القلوب هنا نعمل ايه نرنم ونفرح وننبسط وده اللي عملوا كل القدسين تلاحظوا حضراتكم فيه تشابه باللي قاله السيد المسيح لتلاميذ لما قالوهم طوبة لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها آه يا بختكم هنتوا المراقبين اللي شايفين كل حاجة ان انبياءا وابرارا كاثرين اشتهوا ان ايه يروا ما انتم ترون ولم يروا وان يسمعوا ما انتم اه شفتوا بقى الرسل كانوا مراقبين جيدين ازاي شفتوا الرسل لما شافوا ربنا وعرفوا ان هو ده المبشر بالسلام القائل لسهيون قد ملك الهك هم عملوا نفس الكلام لما جالوا في العالم كله يبشروا بمحبة ربنا وفداء المسيح يقول كده في لبس في انجيل يوحن لنسنائيل يقول قد وجدنا الذي كتب عنه موسى شفوا المراقبين قد وجدنا الذي كتب عنه او تكلم عنه ايه موسى فيه اشخاص كده فيه اشخاص بيرقبه ويدرس ويعرف وينتظر وفيه اشخاص مش عايز انا فكر في مرة اعدت مع شاب من اللي عندهم بعض الافكار اللي ملهاش دعوة بالايمان وبربنا وشاكك في كل حاجة شاكك في العهد القديم ونبواته وفي كل مرة اقول له طيب خلاص هنوعد نتكلم وبعدين المرة جاء هطلب منك واجب تقرى النبوات وتشوف منطبقة على يسوع المسيح ولا احنا نصبين اقرى وتعالى نناقش مع بعض كلام اللي احنا بنقوله ده موجود في العهد القديم ولا لا وحقيق عدت معا بتاع سبع تمام مرات وراء بعض وكل مرة اقول له ارجوك ممكن لو سمحت المرة الجاية كواجب هجيب لك مجموعة من النبوات ذاكرها ونقشني فيها وشوف هي ليه علاقة بالمسيح ولا ايه ولا لا وفي كل مرة يجي يقعد نبتدي من الاول لدرجة قلت له في الاخر يا حبيبي انا ايسف صحيح الوقت يعني دي وانا حاولت اقعد مقدم نقعد مسلا ساعتين على بعض نتكلم وده طبعا وقت ضايع حسيت في الاخر انه ايه مش عايز يرائب مش عايز يدور مش عايز يبحث مش عايز يفهم هو رافض الفكرة دي مش في دماغه واخد انطبعات واخد كلام ومصدقه عشان كده بقول لأي حد بيتعرف على الايمان المسيحي ما تقراش وما تعرفش عن الايمان المسيحي من خلال الناس اللي بيهجموا الايمان المسيحي اقرأ من الكتاب المقدس وشوف تفسير الكنيسة والاباء للكلام اللي اتقال في الكتاب المقدس لان ياما ناس كان عندهم مشكلة ومشكلة عنيفة وتركوا ايمانهم لانه هو سمع من مين من حد مش بيدرس الكتاب من مصدره وبيدرس التفسير من مصدره ودي نقطة مهمة ارجوك لو عايز تعرف عن المسيحية اقرأ الكتاب المقدس واسمع المراقبين اسمع الناس اللي اتكلموا وفسروا وشوف التفسير منطقي وعقلاني ومترابط ولا نظم ودي نقطة مهمة عشان كده السيد المسيح لما لقى رؤساء الكهنة عملين يقوحوا معاه وكل ما بيعمل حاجة يصطدموا به ويعمل معجزة فيقولوا ببعا لزابور رئيس الشياطين ايه يخرج الشياطين قال لهم نبصوا بقى فتشوا الكتب فتشوا الكتب مش هنضيع وقت بقى ما احنا عملين نتكلم ونقول وانتم مش عايزين ايه تسمعوا فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة وهي ايه تشهد ليه وللأسف لما فتشوا الكتب غيروا تفسيراتهم وللأسف لما فتشوا الكتب شالوا حاجات من قدام الشعب لقل لا يفهمها فدماغه من وجهة نظرهم ايه تتلغبط ما يبقوش ماشيين على فكرهم ودي نقطة في منتهى الخطور اشيدي ترنمي معا يا خرب ارشاليم لان الرب قد عز شعبه فدى ارشاليم يعني حتى الاماكن اللي فيها خراب يطلب منها اشعية المرنم انها تعمل ايه انها تترنم تغنم تفرح تنبسط ودي نقطة مهمة انه مفيش اعظم من اللي عمله المسيح لفداء البشرية ساعات احنا بنبقى متخيلين امور وعندنا تصور لحياة ساعات واحنا مع ربنا بنطلب منه بعض المعجزات حتى نقول له يا سلام يا رب لو انت مثلا عملت المعجزة دي وشافيت فلان او لو انت يا رب عملت المعجزة دي وحلت المشكلة الفلانية دا تفكرنا الارضي بس خلي بال حضراتكو حتى لعازر اللي قام من الموت بعد ان كان قد انتا رجع مات تاني يعني اذا كنا متخيلين انه تركيز ربنا معانا في انه يعملنا حاجات على الارض الحاجات دي بتروح وتيجي والحاجات دي مش دايما والحاجات دي مش دايما بتفرحن وفرحة مؤقت فرحة مش مستمر فرحة عشان كده ربنا عمل ما هو افضل يقول اتيت لتكون لهم حياة وليكون لكم ايه افضل انا جاي علشان ما هو اهم وما هو افضل لاجل كده ارجوكم خلونا واحنا بنصلي ربنا نطلب منه الافضل نطلب منه تبتنا ونطلب منه انه يسمحنا ونطلب منه انه دينا فرصة نتمتع بالابدية والسماء ونطلب منه انه يغيرنا لانه في الحقيقة حتى الاماكن اللي فيها خراب هتفرح حتى الضعف هيتغير وحتى النقطة الضلمة هيدخلها الشمس ويطرد الحشرات ايه ده شغل ربنا شغل ربنا قد شمر الرب عن ذراع قدسه امام عيون كل الامم فترى كل اطراف الارض خلاص الهنا بسوا التعبير ده قد ايه شمر الرب عن ذراع قدسه ويقول لك يعني ربنا قبل ما يتجسد كان عنده دراع حبيبي ده تعبير مجازي يعني زي يقول يعني وندم الرب عن الشر كلها تعبيرات لنا يعني يعني شمر الرب عن ذراع قدسه يعني ربنا بدأ ياخد اكشن بدأ ياخد موقف بدأ يتصرف بدأ يعمل شيء عجيب جدا لغاية دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت كتير من اللي بيدرسوا تاريخ شعب اسرائيل مش فاهمين ازاي تسمح لهم بالرجوع ايه المنطق يعني ايه ملك يسمح لمجموعة تحت سلطانه انها هترجع وتأسس مملكتها مرة تاني دي تيجي ازاي يعني ايه المنطق ده وقال يبنوا الصور ويعملوا الهيكل ويرجعوا يعبدوا ربنا بتاحه ما لم يكون ربنا تدخل في التاريخ واثر في قلب الملك كورش كان لا يمكن الموضوع ده ايه يحصل يحصل ازاي شفنا قبل كده ملك رجع رعاية كانس بيهم شفنا ده حصل بالمنطق مفيش كلام ولكن الكتاب واضح انه ربنا اللي عملوا ده عملوا بالزراع علي واضح انه زراع الرب دي ظهرت في مواقف كتير من ايام ما كان شعب اسرائيل في ارض ايه في ارض مصر يقول كده بيد عزيزة وزراع ايه يقف فرعون يقول له انسى يا موسى لا يمكن ده انتم بتشتغلوا عندي يخدمين هو انا يعني مجنون عشان يسيبكوا انتم موجودين بتشتغلوا عندي وبعدين يقعد يفصل معا ومرة يقول له طب حاضر ومرة تانية يقول له لا رفيعة او عالية وياد عزيزة او زراع عالية وياد عزيزة يطلحهم ويؤدف فرعون وفي الاخر اللي ربنا عايزه تم وخرج شعب اسرائيل كله بكامل عدده رجالته ستاته كباره وصغيرينه عشان يعبدوا الرب برا ارض مصر ايه ده ايدين ربنا القوي طول ما نماشي مع ربنا مقلقش لان الله حتى يعمل في التاريخ اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك ولا تمسوا نجسا ربنا يقول لهم اعتزلوا ويطلب ده مرتين اخرجوا من هناك ولا تمسوا ايه نجسا هو هنا بيكلمهم على الخروج بقى بتقولوا تخرجوا وتسيبوا بابل وتسيبوا اماكن اللي كان فيها الشر والخطيئ فبطلوا منكم ان انتوا تعملوا ايه تعتزلوا تعتزلوا يعني افصل بين الخير والشر الصح والغلق من اول يوم ربنا خلق فيه الدنيا يقول لك كده وفصل الله بين الايه النور والظلم اذا كنت عايز تمشي مع ربنا في موكب النصرة واذا كنت عايز تتمتع بدراع ربنا وعمل ربنا وقوة ربنا لازم تعمل ايه تعتزل واحد يقول لي يعني اعتزل يعني اعتزل بصوا كان فيه موضوع قريب حضرته مع مجموعة من الاباء عنوانه الاسوار الاسوار تلاحظوا حضراتكم في المزمور الخمسين داود النبي يقول ده المزمور اللي كتب عشان يتوب عشان يقدم توبة يقول والتوبنا ايه اسوار ارشالين المقصود ان احنا نعتزل يعني نحط بنا ما بين اي حاجة تفصلنا عن ربنا ايه اسوار لازم وتلاحظوا الكلام هنا مكرر للتأكيد عايز تمشي في سكة النصرة عايز تمشي معاها في موكب النصرة عايز تنتصر على الخطيئة والشر اللي في العالم ابني اسوار ابني اسوار داود لما قال والتوبنا اسوار ارشالين كتت اسوار ارشالين زي الفل ومبنية كتت ارشالين قوية كتت ارشالين مملكة لكن الكلام هنا على ان انا وحضرتكم ارشالين وانه عشان نقدر نعتزل ونمشي في سكة ربنا لازم نحط بنا ما بين الدنيا اسوار في سور جوا كل واحد فينا يميز بين الصحة والغلط دا سور مهم والسور دا الحقيقة بييجي من خلال تعاليم الوصية كلام ربنا فيه اشخاص جواهم سور يعني بصوا لواحد زي مثلا دانيال او التلات فته دانيال ودي ملحوظة تلاحظوها عجيبة قوي يمكن النبي الوحيد رغم انه كان في بابل وتحط في جوه صعب لكن يمكن النبي الوحيد الذي لم يذكر عنه اخطاء في كتاب المقدس يعني 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 حتى بعض الاشخاص كان ممكن نقول في غلطة في غيرة في يعني يوسف كان برضو بر جدا ولكن وهو صغير كان بيدلع على ابوه ابوه يدلعه اخواته بيغيره هو برضو يعني جايز نقول كده دانيال دانيال من ضمن الانبياء اللي يمكن ما تقلش عنهم اي غلطات كان حاطت جواه سور هو والتلات فته قالولهم يا جماعة هتعودوا في مملكة بابل وتاكلوا اللي الناس بيأكلوا وتشربوا اللي الناس يشربوا انتم موجودين في قصر الملك هتبقوا الغلمان والشباب بتوع الملك مش لازم منظركوا يبقى فضيحة بقى فتاكلوا وتسمعوا الكلام فيقول ايه وضعوا في قلبهم قال لا يتنجسوا بقى طيب الملك دلوقتي الواحد لو سافر يصيف بيفتر تلاقي بعض شانس قللك أنا مسافر امريكا طب عايز ايه يعني يقولك يعني في السيام اعمل ايه هتاكل فول برضو نشكر ربنا في فول في امريكا يقولك يا بونا صعب قوي لو عايز مش صعب لانه هو المبدأ مش مبدأ الاكل والشرب بقدر ما هو مبدأ ان الواحد يحط حدود يقولك أنا مسافر في مكان تقول لي كل اكل سيامي طب اللي دفعناه ده نعمل في ايه اتصرف اتصرف لانك لو ما تصرفتش حضرتك ما بانتش الصور دي مشكلتك مش مشكلتنا دي مشكلتك مش مشكلة ربنا فيه ناس في الاوبن بوفيه بيصوموا برضو جراش حاجة اعتبروا ضايت يعني كل خفيف كل سلطة اعمل اي حاجة المهم تعمل ايه تحط الصور فيه اوقات معينة لازم التزم خلي بالحضراتكو لو ما جتش في امور الاكل والشرب وفرملت في الخطايا مش اعرف فرمل في الشهوات الاصعب عشان جده السيام مهم السيام محطوط مش عشان ينكد علينا لكن السيام محطوط عشان يقوي الارادة كل ما الانسان يشتهي وياكل تلاقي الشهوات جابت بعضيها بقى شهوات محبة مال محبة دنيا محبة جنس مربوطين ببعض لكن الانسان اللي بيقدر يحط جواه صور يفصل بين اللي ينفع واللي ما ينفعش الصح والغلط ده بيعتزل عن العالم فاول نوع من انواع العزل عن العالم ان الواحد يحط جواه صور يميز بين الصح والغلط وايضا هناك صور بينما بين افكار العالم اوعى تتأثر بافكار العالم او تغريك افكار العالم بعض الاشخاص دلوقتي بيبقوا متأثرين بفكر الدنيا اللي حوالين حتى لو جواه الكديسة يقولك ما جراش حاجة لو عملنا ما كل الناس بتعمل كده ودائما من ضمن الحاجات اللي بيديقنا في الاعتراف تعبير كلمة مشهور قوي اسمه عادي ما كل الناس ايه بتعمل كده بتشرب ليه عادي كتير من الناس بيعملوا كده بنلبس لبس معصر ليه عادي كل المحلات مضتها كده بتتصرف التصرفات دي ليه عادي لو ما عملتش كده هاخد على دماغي ايه التعبير ده بقى تعبير في المنتهى الخطور انا بقيت عادي رغم انه مطلوب من المسيح ان يكون ايه غير عادي مش قال لنا المسيح كده انتم لستم من هذا العالم انتم لستم مش دا لان احنا افضل من حد او احنا احسن من حد لا لكن احنا بننتمي للمسيح اللي قال لنا العالم قد وضع في الشرير مش مقصود بيها ان احنا نعمل بيت او نجمع بعضينا في اماكن ونفصل نفسينا على الناس مش مقصود كده لكن مقصود ان احنا يكون عندنا فارق بين تعليم الكتاب وتعليم العالم فيه صور ايضا يبقى بيننا وبين اي حاجة تشغلنا عن ربنا خلي بال حضراتكو دلوقتي التليفزيون والكمبيوتر والنت والفيسبوك والحاجات دي بتاخد وقت غير عادي بعض الاشخاص ممكن يقعد بالتسع والعشر ساعات ومشواخد باله انه قاعد قدام الكمبيوتر عشر ساعات او قاعد قدام التليفزيون يعني حتى ساعات الواحد بعض الناس اللي ممكن يبقى سنه كبير شوية وما بيتعملش مع الكمبيوتر او نت ما بيضيع وقت ساعات قدام الايه التليفزيون واحد ممكن يتفرج على سبع مسلسلات في اليوم او تلت باتشاط في اليوم ايه ده ده بوليس الرسول يقول مفتدين لايه الوقت لان الايام شريرة هو انا وقتي كله هيروح في التليفزيون والنيت والكمبيوتر هو انا الكلام ده ما هو له اضراره وهيعمل لنا مشاكل وهتلاقي وقت كتير قوي راح مننا في حاجات كنا ممكن نستفيد بيها يا ما ناس عاشت لسنين طويلة ولما ربنا وزن وقتها لقاها ناقص ويا ما ناس عاشت سنين قليلة ولما ربنا وزن وقتها لقاه مش قليل وحلو يعني ابو ست دايما وتعجب عن القديس ابا نوب الشهيد العظيم ده استشهد عنده كم سنة 12 سنة 12 سنة بس عشان حضرتك تتخيل ده ابنك او حفيدك اللي فيقول اعدادي او ستة ابتدائي اللي قاعد في الصيف 3 شهر على الفيفا 2016 بيلعب جيمز يعني عشان بس حالك تتخيل 12 سنة ده ايه ده حفيدك او ابنك اللي قاعد في القوضة المكيفة ومشغل بلاي ستيشن او الوي فيفا 2016 و2017 وبينزل صور ميسي وصور رونالدو ما احترامنا للناس كلها ومحبتنا ليه ده عنده 12 سنة طيب ده بنعمة ربنا يحب ربنا امتى بقى لما هو مشغول كل الشغلانة دي وهيتوب امتى ويمسك في ربنا ازاي وهيوصل في مرحلة ان يقف قدام والي زي ايريانوس ويقول لنا مستعدة اموت لاجل المسيح دي تحصل امتى بقى يعني لما يبقى الريد بالمنظر ده تحصل امتى في ناس وقتها قليل لكن في المليان وفي ناس وقتها كتير لكن راح منه وقت كتير عشان كده بقول لس الرسول يقول لنا مفتدين الوقت لان الايام ايه شرير اعملوا معروف الايام بتروح وبتضيع واحنا مش واخدين بالنا انا مقصودش ان الانسان ما يبقاش عنده هواية او مايلعبش او مايتعاملش مع النت انا بتكلم انه الكتاب يقول لكل شيء تحت السماء ايه كل حاجة لها وقتها احنا بننظم وقتنا ربنا موجود في اولوياتنا حتى علم النفس يقول كده فيه اشخاص نكحين في دنيتهم ونكحين في كل الامور اللي بيعملوها نكحين لانه هو بيرتب اولوياته حاطت رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاث بيدحك علينا للنساعات انا وحضراتكو لا نرتب ايه الاولويات اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك لا تمسوا ايه ناجسا ودي طبعا كابت اتقال اساسا للكهنة ولللويين لان هما دول اللي بيقودوا الشعب في اتجاه ايه العلاقة مع الله وكان كل ده معناه انه افصل بقى اعمل معروف افصل صدقوني حتى الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة اللي كانت بتتقل شعب اسرائيل في العهد القديم كان هدفها نفس الفكرة دي ان يبتدي الشعب يعمل ايه يميز بين ما هو طاهر وما هو غير طاهر قصة ما كانتش قصة حرفية بقدر كان ليه معنى من ورا كده ميز في حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش في حاجات طليق وفي حاجات لا طليق اخرجوا من وسطها اخرجوا من وسطها يعني اطلع من مكان بابل اطلع من مكان الشر والخطي وعلشان كده مهمة قوي اذا كنت عايزة تمتع بعمل ربنا ونعمته وفداءه ان انا اسأل نفسي سؤال هو انا عندي بابل قاعد فيها ولا لا ده سؤال لانه ممكن كل واحد فينا بدون ما ياخد باله يبقى عنده بابل ولسه قاعد فيها او عنده مصر ولسه قاعد فيها كل واحد فينا كده اه ممكن مكان معين تحب تروحه وعارف انك ممكن من خلاله تبعد عن ربنا اهو ده بابل اصحاب معينين بتقعد معاهم وبيبعدوك عن ربنا مش بس اصحاب ساعات جو معين جو معين انا عارف ان انا لو حطيت نفسي في القوضة الوحدي وقفلت علي الباب وكل الناس نيمة ومحدش حوالي وولعت النت هتبقى فيه كرس اهدي بابل ارجوك اخرج من بابل بوز القعدة قوله رب قويني قوله رب انا عايز اغير النظام عايز اغير النظام عايز اغدم وعايز اشغل وقت وعايز لما اجي اتعامل مع كل حاجة اتعامل بحرس من اكتر الامور اللي اديني واحد اقول لي السنة كنت قاعد بتصفح النت يعني ايه تتصفح ما المقصود cheat NY يعني ايه يعني ايه يعني اتتتصفح تعايز حاجة خش هاته وخلص بتصفح او قاعد بتفرج على التلفزيون فبقلف القنوات انا وظروفي انت وظروفك انت ممكن تعود على تلتبيت قناة يعني لو القناة خدت اقول ايه تلاتين سانية عشان تقيمها تلاتين سانية ده قليل يعني يبقى انت لو تلتبيت قناة هتقيمهم فقد ايه مية وخمسين ديئة يعني ساعتين وشوية ساعتين ونص تخيلوا لو انا باخد فكرة لانا لسه ما قررتش وبعدين وانت بتقلب ما هو مش وانت بتختار القناة مش جايز القناة هي اللي تختارك يا حلو مش جايز ولا مش يعني جايز ولا مش جايز جايز حلو تقعك بقى في مصيبة تشدك تبهرك تقعك في خطية عشان كده المبدأ العام ارجوك خلي بالك ارجوك اهتم انك انت تخرج تخرج من بابل اخرج من وسط مكان الخطي اخرج من وسط ظروف الخطي اخرج من وسط اشخاص يزقوك على ايه الخطيئة كل دي نقطة مهمة ما هو انت عايز ولا لأ طبعا في حد يقولك يا ابونا صعب قل لي اعمل ايه غير الطلب ده حد مسلا ممكن يبقى متعلق بزميلته في الشغل حاول مرة واثنين وثلاثة ومش عارف ساعتنا اضطرنا نقول له ايه سيب الشغل يقولك يا ابونا سيب ايه قسك واحد يلاقي شغل صح عندك حق انقل مكان تاني يقولك حصو ظروف تقول له انت عايز تبعد ولا لأ من الاخر يعني يعني ناوي ولا هنقعد نسلي بعضينا ونضع وقت ابعد وربنا هيدبر لك يا سيدي ربنا هيدبر لك خلي بالحضراتكو يا جماعة الناس اللي هتخرج من بابل وريحة ارشاليم دي ناس سايبة وظيفها وممتلكاتها والي وصلوا له من نجاحات يعني في ناس من دول زي دانيال وصل لمقام رئيس وزراء فيه واحد منهم كان حمية ده كان ساقي الملك يعني ده من الخاصة القريبة من الملك والمسؤول عن مزاجه وبالتالي الناس دي كانت ايه في بابل واشور نكهين فهو عارف رايح فين بعد كده رايح مكان خارب هيبني ويدفع من جيبه فلوس ويقعد في مكان ومش عارف كمان هيبقى مرضي عنه ولا لا ايه ده كله اللي بيعمله هو فاهم انه لازم يخرج من بابل حتى لو اضطر انه يدفع ايه تمن عشان كده الناس اللي رجعت كانوا ناس فعلا بيحبوا ربنا وكانوا ناس فعلا عايزين ربنا وكانوا ناس فعلا مهتمين ان ربنا يملك على قلوبه اعمل حسابك ان حضرتك لو ناوي تمشي مع ربنا في شيء هتتنازل عنه ساعات للأسف انا وحضراتكو بنبعزين نمسك العصايا ايه من النص يقول لك انا همشي مع ربنا بس يعني برضو الدين مش تشدد مش ضغطة يعني مش عايزين برضو نبقى مزيتين تعبيرات اللي بنقولها عشان في الاخر نعمل ايه نعطل توبت لا هتدفع حاجة وما قصدش هتدفع فلوس يعني لكن اقصد هتنزل خدمة هتتبهدل موافق لا انا هارا هروح هنزل خدمة وانا لابس لبس لا هتنزل بجنس وهتصرح شعرك عادي مش تحط جلي ينفع اذا ينفع تعالى ما ينفعش مش هتكمل معانا مش هتكمل هتوب هتبعد عن الناس يا ابونا بقالي تلاتين سنة صديق عمري انا معاك حبيبي تلاتين سنة كتير طبعا صديق عمرك تلاتين سنة والمشاعر غالية وما حدش طلب منك انك تبقى مش جدع مع حد ما حدش قالك كده بس جرب تقربوا من ربنا هيبعدك يبقى تعمل ايه ابعد هتدفع ايه بعض الاشخاص ساعات عشان يعرف يقرب من ربنا لازم يدفع تمن لسلام بيته لازم يدفع تمن لسلام بيته يعني بعض الاشخاص يبقى بيتحمل ان يبقى فيه طرف مزعج لاجل ربنا لانه الاسهل انه يعمل ايه يهد البيت ويعمل مشاكل ويصطدم لكن لاجل سلام بيته وخلاص نفسه وخلاص نفس الاخرين والولادة اللي في رقبتنا نضطر نعمل ايه نعتزل بابل يعني نعتزل المكان ده ونعتزل الافكار دي يا ما ناس مشوا وراء افكار عملكتهم كوارس وما خلتهمش يمشوا في سكة نصرة ربنا وخرجوا من وسطها تطهروا يا حاميلي انية الرب وطبعا الحاميلي الانية اللي هم الكهنة اللي كانوا بيجهزوا بقى لقصة دي لانكم لا تخرجون بالعجلة ولا تذهبون هاربين لان الرب امامكم واله اسرائيل يجمع ساقتكم قالوهم انت مش هتعملوا زي ما عملتوا في ارض مصر بقى ارض مصر انت مشيتوا ازاي جاري تلبسوا وتقدموا خروف الفصح ويجي الملاك المهلك بهد الابكار وتجري على طول المرة دي لا هترجع براحتك هترجع وانت مش قلقان وخايف هترجع وانت بترنم دخلوا ماشين يرنموا طبور كده بيتحرك من بابل في اتجاه ارشالين ماشي عمال يرنم ويسبح ويقول مزمير ويسبحه ربنا يقولوا ما تجريش بالعجلة انتوا عارفين قعدوا في الرحلة دي كم شهر اربعة شهر ماشين براحتهم بقى لانه في الحقيقة الموضوع ده تم والله امر بكده والله اصر على كده صحيحة وكان عامل كده اه ايام مصر ولكن كان في فرعون اللي جاي هيجري وراهم يعني عشان كده قال لهم ايام فرعون اجروا لانه هيجري وراكم وهاجي انا عقبه عند البحر فلازم توصلون عند البحر بينما هنا لا ده الامر ده ربنا قيله الكرش ومأمن الدنيا خالص وده يأكد انه مهما الدنيا اتقلبت ومهما كان فيه مخاطر الساكن في عون العلي يستريح في ظل اله السماء يستريح براحتك يمشي براحتك ورنم ويمسك في ربنا وما يهمكش ولا تضع سلامك في انسان ما تحطش سلامك في بني ادمين يحموك يقول الكتاب كده لان الرب سائر امامكم ربنا بيعمل ايه يسير امامكم ده الطلب اللي طلب اللي طلبوا موسى من ربنا لما قالوا ايه لم يسر وجهك امامي ايه لو انت يا رب ما رضيتش عن الموضوع ده وما مشيتش قدامي انا لا اسير مش بس كده وإله اسرائيل يجمع ساقتكم ايه ساقتكم الساقة دي بتاعت الجيش او بتاعت الموكب لو فيه طبور ماشي كده اللي هم الناس اللي في الاخر وعادة اللي في الاخر العواجيز الضعاف الاطفال اللي بيبقى في الاول ده اللي هو بينتظر يعني هو اللي هيروح بقى يخش في الوش يعني لو حد هيهجمهم او حاج فيقول انه ربنا هيعمل ايه يجمع ساقتكم ربنا هيحميكم ما تيلاقوش ربنا هيوقف معاكم ما تخفوش لان في الاخر ربنا هو اللي امر ومين ربنا يبقى امر وما يحصلش يحصل كلام اللي قالوا ربنا يحصل هتلاحظوا حاجة بقى انه الاية اللي بعد كده وهي اية رقم تلاتاشر تم اضافتها للاصحة التلاتة وخمسين مش كده ملاحظين ولا في الكتابة اللي عندكم يعني في الاصح يعني احنا مفروض الاصحة الاتنين وخمسين موجود لغاية اية مكتوب عند حضراتكم رقم كام رقم خمستاشر مش كده مش كده لاصحة تلاتة وخمسين يبتدي يقول من صدق ايه خبران تلاحظ انه الاية رقم تلاتاشر وساعة تلاتين وخمسين منزلينها كتبينها فوق كأنها كأنها مضافة لاصح كام تلاتة وخمسين ليه عشان الفكرة واحدة نبوة واحدة بتتكلم عن المسيح كلام اللي فات ولا قريناه زي ما اتفقت ما حضراتكم يمشي في اتجاهين حدث الرجوع وحدث الفداء والخلاص بتاع ربنا كلام ينفع للاتنين للامان يعني اذا جم شعب اسرائيل فصلوا اللي فات ده على انه مقصود بي الرجوع ما نقدرش نتكلم قوي لكن الجزء اللي جاي بقى ده لو جم فسروه على انه الرجوع احنا هنتكلمه نص لان الكلام مش عالرجوع كلام على الخلاص كلام على الفداء كلام على من صدق خبرنا الكلام عن المسيح اللي جيه علشان يفدي البشرية ويفتح لنا سكة التوبة والخلاص اللي هو اهم بكتير من انا روح لارض عيش عليها واعبد ربنا ويبقى الارض ايه للرب الارض وملؤها مشكلة مش في الارض المشكلة في القلب اللي فيه ربنا واللي عايش مع ربنا هو اذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا هو اذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا الاباء بيقولوا هنا النبوة عن المسيح او المسيح وزي ما قلت لحضراتكم لغاية القرن الاثناشر كانوا اليهود ومفسرينهم موافقين يقولوا ده مقصود عبدي وهو المسيح او المخلص طبعا بعض الناس غير المسيح يقولك ازاي عبدي يعني ازاي عبدي شنت بتقوله المسيح ده ربنا يا حبيبي احنا بنقول المسيح هو ربنا اللي خد جسد فمن ناحية ناسوته او جسده هو ايه عبد عشان كده بقول لس الرسول قالها موضوح احنا مش بجيب كلام من عندنا بجيب كلام من الكتاب المقدس بتاعنا اخزا صورة عبد صائرا في شبه الناس اطاع حتى الموت موت الصليب وقال شبه الناس مش الناس ليه لانه شبهنا في كل شيء ما عاد الخطيئ ودي نقطة مهمة فاول شيء عبدي الذي يعقل ده او الذي يعقل ده عبدي هنا مقصود بيه الاله المتجسد من ناحية الناسوت هو شبهنا في كل شيء معادل ايه معادل خطيئ ويعقل يعني المسيح الكلمة اللغس هو اقنوم الحكمة مش كتاب المقدس يقول عليه كده في الكرونس الاولى يقول هو حكمة الله وايه وقوة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن يعقل يعقل يعني ايه يعني ممتلئ حكمة هو مصدر الحكمة الالهي اللي بيفصل ما بين الابن والاب مش فاهم ان الابن مش معناها ربنا تجوز وجاب طفل معناها ابن الله يعني اللغس يعني كلمة الله يعني حكمة الله واستخدم تعبير ابن لان الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي في حدن الاب هو ايه كان في ولادة في ملء الزمان وكان في ولادة وده موضوع كبير ازليه ده مش موضوع لكن الكلام يبتدي يتكلم على شخص محدد على عبد يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا ويتعالى دي ما ينفعش اقول غيره على ربنا صح يعني نقول الله يعني يتعالى يعني 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 يكبر يعلى مش معناها يتكبر يتعالى شيء ويتكبر شيء يتعالى يعني له المجد وله البركة وله القدرة وله القوة وانه الحقيقة هو فوق كل الظروف وفوق كل المشاكل وفوق كل القوات الشر وقوات ابليس فهو يتعالى يعلى عن الكلام ده ويقول الكتاب كده كما علت السماء عن الارض علت ايه طرقي عن طرقكم وافكاري عن افكار فهنا بيكلم على عبد والعبد ده في نفس الوقت ايه يا تعالى عبد من ناحية الناسوت ويتعالى يقول ايه لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق ايه كل اسم لما المسيح جه لاجل الفداء وعمل خطة الخلاص ايه اللي حصل بعد كده اه يعني كتير من الناس مثلا اللي بيقروا انجيل لوقة ويقرأ الجزء الخاص بالسيد المسيح اللي بيقول فيه للتلاميذ لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني يقولك شفت بذات شهود يهوة او اخواتنا غير المسيح يقولك شفت شفت اهو المسيح هنا بيقول ابي ايه اعظم الاب اعلى من الابن لا بيقول التلاميذ كده لو كنتم تحبونني لو انتم بتحبوني سبوني اسعد الى الاب ارجع لوضع الاصلي مانا لما سبت الاب سبت الاب بمعنى ظهوره في الجسد يعني يعني ظهور المسيح الابن في الجسد يقول كده اخزا سورة عبد صائرا في شبه الناس اطاه حتى الموت موت الايه صليم فالابن على الارض ظاهريا مهان ممكن يقوله عليه مجدف ممكن يقوله عليه ببعه لزابور رئيس الشياطين ايه يخرج الشياطين ممكن يجي عبد رئيس الكهنة لما يلاقي المسيح بيرد على رئيس الكهنة ويلطمه بايه ممكن يتعذب ممكن يتصلب ممكن يتحطي اكل الشوك على جماغه ممكن يموت ويدفم ايه ده منظر بالنسبة للناس اقل من منظر مين فقال لهم كده لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي ايه ابي في حالته الحقيقية وظهوره يهوى العهد القديم الاب بالنسبة لحالتي على الارض الحقيقة المنظر هنا ايه مختلف مختلف فعشان كده عبدي يعقل لانه مصدر الحكمة وايه يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا المسيح لما تواضع تواضع علشان يفدينا وعلشان يعمل خطة الفداء ولما خلص خطته عمل ايه يقولك صعدة الى السماوات وجلس عن يمين ابي جلس عن يمين ده معنى مجازي مقصود رجع لوضع الاصلي لان ربنا لا ليه مين ولا ليه ايه شمال هو ربنا ليه مين وشمال يا جماعة ولا ملوش قول لي بقى لو انت بتقول لي جلس عن يمين يبقى ربنا كده وقعد على يمين فين يمين ربنا بقى حضرتك الله غير محدود دي كلها تعبيرات بيستخدمها الوحي الالهي عشان يوضح لنا لاجل كده الكتاب يقول ايه يمين الرب صنعت قوة يمين الرب رفعتني اليمين هنا مصدر القوة كأنه بيرجوعه الى وضعه الاصلي والى مكانته الاصلي يمجد وياخد مجده وياخد وضعه طب هو على الارض كان ايه الحقيقة كان اخزا سورة عب صائرا في شبه الناس طب عملت كده رب ليه عشان حضراتكم عشانكم عشان ولادي اللي انا خدت اللي ليهم وهديهم اللي ليه اخز الذي لنا واعطانا وشبهنا في كل شيء مع هذا الخطي كمن دهش منك كثيرون بص التعبير كمن دهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل وصورته اكثر من بني ادم بص التعبيرات دي اللي حصل لما جي المسيح او المسيح اللي حصل اندهش منه كثيرون حتى منظره كان ايه مفسدا اكثر من الرجل وصورته اكثر من بني ادم يعني ايه يعني المسيح اللي ارتدى انه ياخد صورة عبد واللي ارتدى انه يحمل الصليب كان منظره ايه لناس كتير غريب اوي غريب اوي عشان كده تلاحظوا حاجة كتير من المواقف اللي عمل فيها السيد المسيح معجزات يقولك كده ارادوا ان يختطفوا ويجعلوا ايه هما كانوا عايزينه ملك هما مش عايزين صبي نجار مش عايزين ابن الانسان الذي له اين ان يستد رأسه يعني هما مش عايزين كده هما عايزين واحد يجي يقولهم ايه يا جماعة انا الملك انا اللي جاي هقود الجيش ويلا نحارب الرومان هما مش عايزين منظر ضعيف هما عايزين منظر قوي ارضيا من ناحية وجهة نظر لكن في الحقيقة المسيح مجاش عشان كده ولما سألوا بيلاتوس اه انت ملك قال له ايه مملكتي ليست يعني انا ملك بس انا مش جاي املك على الارض الحقيقة لان الملك الارضي يزول مش كده العالم يزول شهوات كل ده هيروح لكن اللي هيبقى هو الملك السماوي فانا مملكتي ليست من هذا العالم لاجل كده يقولك انا منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل وصورته اكثر من بني ادم يعني اذا كنا بنقول على البني ادمين اتبهدلوا والخطيئة بهدلتهم والشر اضعفه متزلوا المسيح الحقيقة شر صليب صعب طبعا يقول الكتاب الذي بلا خطيئة صار ايه خطيئة اللي اجلنا بعض الاشخاص كانوا بيروحوا يكرزوا في مناطق اليهود ولهم يكلمون عن المسيح يعني ويقولولهم يعني المسيح وفداءه اللي عمله وخطته والمعجزات اللي كان بيعملها فبيقول لي واحد منهم رد عليه رد عجيب قوي عشان تعرفوا بيفكروا ازاي قالوا يا اخي انت مالك ومال يسوع ده يسوع ده واحد من عندنا تبعا يهودي ولما لقنا لغبط وقال ايمان غلط وكان هيبوز الدنيا موتنا وخلصنا منه انتو بقى زعلانين عليه ليه اللي مدايقكم انتو كمسيحيين الموضوع تحول بالنسبة لكم القضية ليه كبروا دماغكم يعني ده 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 كمفروض احنا الناس من ايه لا تزعل انتو زعلانين على ايه شفتوا السطحية شفتوا عدم الفيه الحقيقة بيتعامل مع الموضوع لانه ده كان واحد وطلع بدعة وهرتقة خلصنا منه وخلاص عايز اقول له بقى الشخص ده في تاريخ شعب اسرائيل جي اكتر من اربعين واحد قالوا كده قالوا ان هما المسيح وقالوا ان هما جايين عشان يخلصوا اسرائيل وقالوا ان هما جايين من ربنا وقالوا ان هما ابناء المبارك وابن العلي كام واحد فيهم كمل كام واحد فيهم ايمان انتشر في العالم طبعا انا عارف كويس او انتشار الامان مش معنى انه صح انا فاهم لكن انا بكلم الاخ اللي تخيل انه لما قضى على المسيح بالصليب او يسوع المسيح بالصليب ان قصته ايه انتهت لا قصته ما انتهتش لان الاربعين واحد اللي قبل منه او تسعة وتلاتين واحد اللي جوم قالوا ان هما المسيح لما ماتوا ماتوا وافكارهم ماتت ماتوا والامان بهم ايه انتهى مش معنى ده الوحيد اللي في كل دول انتشر ايمانه للعالم كله والامم عرفت عنه وسمعت عنه وشافته وامنت بيه عشان كده يقول كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل وصورته اكثر من بني ادم هكذا ينضح امما كثري يعمل ايه يعني ينضح امما يعني ينضح يعني ينضح امما كثيرين تنضح علي بزوفاك ايه موضوع ينضح ده قصة ينضح دي موجودة في العهد القديم مش كده يعني ينضح يعني كان يجي واحد يعمل اه كفارة او يقدم زبيح لاي خطيئة اسم اي خطيئة كان يعمل ايه كان يروح للكاهن ويعترف بخطايا فيجي الكاهن يدبح الدبيحة كان الكاهن في العهد القديم شغال اكتر جذار يعني 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 هو اكتر من الصلوات والتسباحة شغل جذارة لان هو الشغل كله على انه بدون سفك دم لا تحدث ايه مغفرة فالتضحيات كانت في العهد القديم كتير الاضاحي كانت كتير في العهد القديم يوم يجيب زوفة الزوفة دي اللي هو حتة شجر ويحطها في الدم بتاع الخروف او الزبيحة وينضح بيها على الشخص وينضح بيها على المزبح ودي اشارة لدم المسيح اللي هيعمل الايه التبرير او الفداء او الخلاص عشان كده داود النبي في المزمور يقول ربنا تنضح علي بزوفاك فايه فاطهر لو ما قدمتش زبيحة يبقى هنا لو بيكلم على عبدي كان اسرائيل او كان بيكلم على عبدي ان يكون ارمية او عبدي حزقية او عبدي اي بني ادم غير المسيح المخلص اللي جاي الفداء يعني تنضح شوفوا التعبير يقول كده ايه هكذا ينضح امما كثيرين يعني ينضح امما كثيرين يعني هيبقى فيه بقى فكرة انه 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 الفداء يروح لناس كتير امما مش مش بس خاص بشعب اسرائيل والزبيحة والدم اللي بيتاخد من الخروف او الزبيحة ويتحط على ده بينضح امما كثيرين دمه ده للعالم كله كلام الكتاب واضح هكذا احب الله اللي ايه العالم ده مش ممكن يكون اسرائيل الذي ينضح امما كثيرين هل اسرائيل من خلال دمه من خلال فداءه امما كثيرين تمتعت بالكلام ده فين الكلام ده فين الكلام ده كلام واضح مش على شعب او على نبي جي في وقت معين او على ملك كلام خاص بمسيح ملك الملوك ورب الارباب اللي جاي ومن خلال دمه يتبرر الكثيرين عشان كده ارجوكم الجزء ده يريد نقراب الراحة تاني لما نروح لانه جزء مهم بيشير الى نبوة واضحة عن المسيح المخلص اللي جاي لفداء العالم اللي جاي علشان من خلال دمه نسير في طريق القداسة افتكروا حضراتكم المنظر اللي شافه يحنى الرائف سفر رؤية منظر كان عجيب قوي لناس جاية لابسة ثياب بيض ثياب بيض ناس لابسة ثياب بيضة رمز للقداسة والنقاوة وهنا يحنى الملك سأله سؤال قال له مين دول قال له مين دول وانا شعرفني قال له قول انت مين دول قال له دول اللي جم من الديقة العظيمة دول اللي بيضوا ثيابهم بدم الخروف ينضح امما كثيرين ينضح من خلال دمه يدي فرصة للعالم كله انه يمشي في سكة ربنا قصة ما بقتش مرتبطة بشعب اختاروا ربنا في وقت معين خطة معينة كان كل الكلام ده الهدف انه من خلال نسلك تتبارك جميع الامم امم الارض وقبائل الارض وده الكلام اللي قال ابونا او ربنا الابونا ابراهيم لما جيه قل له كده من خلال نسلك من خلال نسل المرأة سيصحق رأسي لايه ودخل المسيح للعالم من بوابة شعب اسرائيل دخل المسيح الى العالم من بوابة شعب اسرائيل وكان الرجوع من السبي او الرجوع لارشليم وبناء الهيكل اشارة للخضوع لتعليم الكتاب المقدس وصايا المسيح وصايا ربنا في العادة القديم عشان في ملء الزمان بقى ييجي عبدي الذي يعقل ويتعالى ويتسامى ويرتفع جدا وينضح وينضح امما كثيرين يطلع كده من دمه لخلاص وفداء كل الامام ربنا يديني ويديكو نعمة ان احنا يمنى بربنا يزيد وسيقطنا فيه من خلال كلامه الواضح جدا في الكتاب المقدس وانه القصة ما كانتش ابدا خاصة برجوع فقط رجوع ده هو النبوة القريب لكن كان الاعمق والاكسر دقة النبوة اللي اتحاقت بعد سبعمائة سنة من الكلام ده كلام ده اللي عندنا وعند اليهود وبالتالي احنا لو كنا فبركناه كان مين اللي هيفضحنا اليهود ناخد الاية بتاعتنا بقى ناخد اية سهلة قوي اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك سهلة دي معناها بقى يعني شوف ربنا بيعمل ايه وبيتكلم ازاي بوضوح طب انا مطلوب مني ايه اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هنا وهناك ده بقى قعدة هتضيعك جول الخطيئة مكان معصر اصحاب متعبين ربنا واضح اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا ايه وعلى كل واحد يدور فين هناك ده ايامهم كان هناك بابل اما ايامنا كل واحد فيه ده بقى يدور على بابل او يدور على مصر وان شاء الله نكتشفها ونخرج عشان نمشي معاه في موكب النصرة لله للمك دائما ابديا امين